اللي ممكن انهم يساعدوا السيدات على انهم يعتنيوا بشفران ديالهم بالرموش ديالهم اول حاجة والا اول حاجة خاصة السيدات اللي يعرفوا بان اه تمشيط الرموش تمشيط الرموش هي حاجة اللي ضرورية مهمة لاننا كتساعدنا على ان الدورة الدموية كتمشى وكتضخ الدم في الجفن يعني اللي يخليك يساعد على نمو الرمش يعني هذي مسألة تمشيط شي حاجة لي ضرورية ضروري نمشيطهم واحد روش ثلاثة دقايق في اليوم يعني كان ناخدوا هذيك سوى فورشات راكيت باعوا وذيك تكون سبيسيال ديال اللي ما عنداش مثلا خوات ليها واحد القارورة ديال المسكاها تقتاخدها وتصلن زيان هذيك الفورشات وتخليها تبقى تمشيط رموش مهم مهم من كان نمشيطه من الاعلى الى الاسفل من الفوق ونعودونا لنفس العملية كنديروها من التحت احسن حاجة واننا من يكونو كان نمشيطه الى متلا نزدنا واحد مقاطعة ديال فيتامين او في الفورشات ديالنا كان احسن لانا الفيتامين او كنعرفوها مغدية ومهمة وغادي نلاحظوا بان الفرق كي يبال لنا في الاسابيع الاولى يعني كي يبال كنجيو لهذا الزيوت او للمسكات اللي قدرون استعملو للرموش اه الوصفة اللولى اللي كتساعدنا على تطوي للرموش الوصفة اللولى ايني كنناخدو واحد بسلاة صغيرة مهم كنقطعوها مهم كنديروها في واحد الانا وكننخوو على واحد ربعات المعالقة ديال زيت الزيتون وكنديروها على نار هاد او مقاوو نحركوه فيها حتى ذيك البسيلة كتدوب في هذيك الزيت كنناخدو هاداك المحلول زيت البلدية ايه زيت البلدية كنقطعو فيها بسيلة صغيرة ونخلوها ونخلوها كتدفع وكأنها ذيك البسلة كتطلق منك ترتفع درجة الحرارة فهذيك زويتها وكا على نار هادئة ايه ايه بحال ذيك زيت البسلة ايه مانحركوش ولاسيسا بحالي تدروا زيت البسلة كنبقاو نمشيوها حتى كتدوب لينا فيها بزيان أبقى من بعد كنناخدو سواء دك قطعة التوب اللي كنقلو ديال حياتي أو لصفايا باش كنصفيوهم زيان كنناخدو غير المحلول وكنحيدو البصلة كنناخدوها كنديروها في حد القارورة صغيرة أولا دك الوعاء ديال المسكرة اللي كيكون خواب بعد منطفناهم ديال وكنبقوا نستعملو يعني يوميا على شفار ديالنا منها كنمشطو شفار ديالنا ومنها كننخديوهم في نص الوقت لأننا نبصلة مع زيت الزيتون من المغدية ديال الرموش ديالنا وكنلاحظو الفرق لووضنا على الواحد المدة بعد من الأسبوع الأول لووضنا مزيان كتبالينا النتيجة ان شفار ديالنا بدو كيتقوى وبدو كيتوالو بدت فيهم اللمعان وشرهاف مبقوا شرهاف إلى غير دالي هادي الوصفة اللولى دوزو الوصفة تانية الوصفة تانية كتعتمنا على ملعقة ديال الفازلين ملعقة ديال زيت الخرواح وملعقة ديال زيت الكوكو احنا كنعرفو بأن هاد الزيوت يعني زيت الخرواح وزيت الكوكو فهي من الزيوت اللي كتمتاز بواحد نسبة مرتفعة في الأحمد الأمينية ولي كتغدي لنا الرموش ديالنا بالإضافة إلى أن الفازلين كتعطينا يعني كتعطي الترطيب تليين وفي نفس الوقت اللمعان يعني كتخليهم يكونوا خرواح وزيت الكوكو والأحسن ناخدوه من الفارماسي يعني من الصيدانية باش يكون طبيعية باش يكون جودة مزيانة كنخلطوهم مزيان مزيان حتى يقولي أن المحلول متجانس كندلوه في واحد الوعاء وكنبقى وكنستعمله يعني إلا قدرنا نستعمله كل الليلة مزيان ماقدرنا نشعل الأقضاء ذات المرات في الأسر نمشطهم بطريقة اللي قناه من الأعلى إلى الأسفل هذا كيخلي أن الرومج دينا كتقوى كتغلاض كيكون عندها يعني واحد السمك وكتكتف نفس اللوعة هذا الجوج وصفات في طرحها اللي سهلين ومتناول جميع السيدات لأن الرومج دينا كوينت من الحصول على المعارض ومتناول جميع السيدات